بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدام على عدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام الله عليك سيدي أبا عبد الله الشامل التام يوم أولدته ومعيشته في هذه الدنيا الدنية ويوم أولدت مرادك بالشهادة العظيمة التي نلتها في العاشة المحرم الأحرام عام 61 من الهجرة المباركة وبهذه الفاجعة نعزي مراجع الدين العظام والمؤمنين لما حل من مصاب بهذا اليوم صدع قلوب أهل البيت وصدع قلوب المؤمنين فإنا لله وإنا إليه راجعون طبعا لعله في حلقة سابقة قلنا التجليات العرفانية لسيد الشداء الحسين عليه السلام ظهرت من خلال الدعاء العلماء الأجل في الواقع يقفون بتأمل على عبارات دعاء يوم عرفة وذكرت يوم أمس أنا في الواقع لا بد لنا أن نقف بتأمل وتمعن بعبارات الحسين عليه السلام وكما يقولون أن كلام الإمام هو إمام الكلام قلت دعاء يوم عرفة في مضامي كبيرة جدا ومعاني وحقيقة يعني مساحات واسعة من فهم الحسين وتجليات كما ذكرت قرب الحسين عليه السلام من الله سبحانه وتعالى وكيف علمنا الحسين أن يكون أدف في الدعاء بعد أن حمد الله وإثناء عليه في بداية الدعاء وبعد أن أقر الله سبحانه وتعالى بالعبودية وبربوبية المولى الجليل لنا وكذلك أبين نعم الله سبحانه وتعالى التي أغدقها على عباده وطبعا هناك فقرات ذكرت أنه ما تسمى بالذكر اليونسي نسبة إلى نبي الله يونس على نبينا وآله على التحية والسلام وكما نصت عليه الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنوني إشار إلى نبي الله يونس وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فناذف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا لهم ونجيناهم من الغم وكذلك أن نجي المؤمنين بهذا المنحة نجد أن الحسين سيد الشهداء إمام الحسين عليه السلام يذكر بعض العبارات التي يكون لعلماء الأجلاء رأي فيها في الواقع سأذكره الآن طبعا كتاب هذا لحد العلماء الأجلاء وأنا طبعا أقصد أنه القراءة في الكتاب حتى أكون دقيق بالنقل طبعا يقولون أن من شهاده الشهادة فهو العرفان والإيمان الذي ظهرت منهما أشعة في دعائه يوم عرفه في عرفات فأنه عليه السلام بعدما خاطب ربه سبعة وعشرين مرة بكلمة الخطاب التي تدل على أنه كان في مقام الحضور لاحظوا يا أخوة كلام العلماء الأجلاء كيف يقفون بتأمل ويتمعون على كلام سيد الشهداء في دعا يوم عرفة فأنه عليه السلام بعدما خاطب ربه سبعة وعشرين مرة بكلمة الخطاب التي تدل على أنه كان في مقام الحضور عند مليك مقتدر ليس بينه وبين عبده حجاب وبدأ بقولي عليه السلام يا مولاي أنت الذي مننت وختم بقولي عليه السلام أنت الذي أكرمت تباركت ربنا أو ربي وتعاليت طبعا هذا العالم الكبير يقول وبعد ما بين ما هو حق الرب بنعمه ومننه وما يستحقه العبد بقصوره وتقصيره يبقى العبد لديه قصور وتقصير إذا المولى الجلي سبحانه وتعالى يقول خاطب الله سبحانه وتعالى بالتهليل يونسي لذكتها قبل قليل الذي هو منتهى سير الكمل من الأولياء يقول الذكر يونسي الذي على منحاه ذكره سيد الشهداء الحسين عليه السلام يقول هو منتهى سير الكمل من الأولياء الذين وصلوا إلى معرفة الله ومعرفة النفس فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعقب هذا التهليل بقوله عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين طبعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ذكرت يوم أمس أن الإمام لا يظلم أن الإمام لا يظلم ولكن الحسين عليه السلام يبين لنا كيف يكون بين دين المولى الجلي سبحانه وتعالى وكيف يكون خطاب مع الله سبحانه وتعالى وبأي صيغة وبأي الفاظ هذا طبعا حاضر في دعاء يوم عرفة أما الإمام الحسين لا يظلم ولا يذنب أبدا لكن يريد أن يعلمنا الإمام كيف نكون بمحضر المولى الجلي بالدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعقب هذا التليب قولي عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين أي قول لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آباء الأولين طبعا يقول هذا العالم الكبير وافتتاح هذه التهليلات بلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بيعانه لما هو من نفسه واختتامها بلا إلا أنت سبحانك ربي ورب آباء الأولين بيان لما هو من ربه من التربية التكوينة والتشريعية لهو لعبائه وأما استغفاره عليه السلام فهو من حسنات الأبرار التي هي سيئات المقربين ما معنى هذه كلمة التي تذكر هذا العالم الكبير يقول وأما استغفاره عليه السلام فهو من حسنات الأبرار التي هي سيئات المقربين نحن نسمع بهذه العبارة دائما حسنات الأبرار التي هي سيئات المقربين طبعاً أنا أبين مثال هذا المثال لا يتعلق بالحسين وإنما هذا المثال يتعلق بنا أما الحسين عليه السلام فدون أدنى شكاً في مقام العبودية الحقيقية للمولد الجلي سبحانه وتعالى أكرر مرة ثانية سأذكر مثال لكن هذا المثال يتعلق بنا لا يتعلق بإمامنا سيد الشداء الحسين عليه السلام ما معنا حسنات الأبرار سيئات المقربين لعله إنسان نحن نواضب كمثال توفيق من الله نواضب على صلاة الليل باستمرار وكما تعلمون صلاة الليل هي في القسم الأخير من الليل تؤدى كأنه يسمى وقت السحر أو ظل أوقات لصلاة الليل فكأنه إنسان عندما يواضب على أداء صلاة الليل بهذا الوقت قد في يوم واليوم هذا يحصل قطعاً يحصل لنا أكرر لا مع الإمام عليه السلام أنه الإنسان يجلس وقد أذن لصلاة الفجر أكرر مثالي ما معنا حسنات الأبرار سيئات المقربين كمثال أقول هذا يتعلق بنا لمرة ثالث أقول هذا كلام لا يتعلق بالحسن عليه السلام نحن كمثال إن شاء الله الله وفقنا لداء صلاة الليل بهذا الوقت المحدد الثلث الأخير من الليل وإنسان داماً يصلي صلاة الليل بهذا الوقت لكن في يوم الأيام يجلس وقد أذن لأداء الفجر يجلس فلعله تصيبه الحسرة والألم أن لماذا لم يوفق لأداء صلاة الليل ولكن من جهة أخرى هناك وناس أو فرد من البشر كأنه لديه الجلوس عند الفجر هو نوع قرب من الله سبحانه وتعالى وطبعاً أذكرنا صلاة الليل مستحبة وكان بها توفيقات كبيرة من الله وفيها توفيق ورحمة من الله سبحانه وتعالى على عبدي فيما أذى ووفق لأدائها وكذلك صلاة الفجر أقم الصلاة لأدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً كأنه تفاسياً تقول المولوجي اللي عبر عن قرآن الفجر عن الصلاة صلاة الصبح بقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً كأنه ملائكة السحر تشهد تشهد العب بأدائه لصلاة الصبح أو صلاة الفجر فأكرر حسنات الأبرى سيئات المقربين المقرب يرى أنه فاتته أداء صلاة الليل في وقتها عندما أذن الفجر لم يجلسوا الاستيقظ إلا به عند أداء الفجر فكأنه هذه تكون لديه سيئا هذا المعنى أما أنه المقربين أبدا قربهم من الله سبحانه وتعالى ولكن وددت أن أبين ما يذكر هذا العالم فيما يتعلق بقول الحسين عليه السلام والسخفار عليه السلام فهو من حسنات الأبرار التي هي سيئات المقربين وتوحيد الله سبحانه وتعالى توحيده في الأحادية والألوهية والربوبية إلى آخر مرات التوحيد وهو التوحيد في محبة الله الذي ظهر منه عليه السلام حيث بدل مهجته في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وننهج سيد الشهداء الحسين عليه السلام في دعاي المولى الجلي سبحانه وتعالى وكيف كان يدعو الحسين عليه السلام كيف كان يدعو المولى الجلي سبحانه وتعالى كيف يتذل الله كيف يوحد الله كيف يبين مقامه من الله سبحانه وتعالى طبعا كما ذكرت تجليات العرفان تظهر تجليات العرفان الحسين عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام تظهر في دعاء يوم عرفة الذي فيه ندب لقراءته في غير يوم عرفة وإن كان استحبابه يقضى في يوم عرفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لقراء الدعاء يوم عرفة إن شاء الله ونسأله سبحانه وتعالى يتزقنا زيارة إمام الحسين عليه السلام في الدنيا لنرى شفاعة إن شاء الله في الآخرة وآخرة دعمانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا